أهلا معكم أخوتي سلام بربي صعب قلوبكم أحكيكم اليوم شوي عن القديس موركوس موركوس البشير موركوس الإنجيلي موركوس اللي كان صديق القديس بولوس القديس موركوس هو كتب الإنجيل نقدر إله كمان الإنجيلي موركوس وكتب الإنجيل بأمر مباشر من القديس بطرس كان أهل روما عاب يطلبوا من مربوطرس أن يكتب الإنجيل فأوكل له المهمة تلميزه المشيط الحبيب رايبه موركوس وقال له كتب الإنجيل وطبعا كان هو عاب يعلمه بكتير من الأوقات شو يحط بقلب الإنجيل بس القديس موركوس ما كان كتير بمعنى أنه بحاجة يقل له مربوطرس لأنه هو كان مرافق كمان للرب يسوع وتعرف عليه شخصيا وقعد معه يمكن من ما بدي أقول أكتر من بعض التلاميذ بس هو من اللي قعد مع الرب يسوع مثل متل التلاميذ القديس موركوس كان أحد السبعين رسول للرب يسوع اللي أرسلوا مع السبعين القديس موركوس هو الذي استقبل التلاميذ بالعشاء السري بيتديه بيتأمه بيتأهله للقديس موركوس هو اللي عمل فيه العشاء السري خميس الأسرار الغسل نعمله على مرأة ومسمع من القديس موركوس الإنجلي كان شايف وكان هو وإمه اللي عبي حطه الصحون والأكل قدام التلاميذ وقدام الرب يسوع القديس موركوس هو اللي حمل الجرة وجاب المي تحتى الرب يسوع يفسد إجران تلاميذه القديس موركوس هو اللي استقبلهم عنده بالبيت طبعا ببيت أهله القديس موركوس بيعتبر أنه هو بيته كان أول كنيسة على القرى الأرضية أجمع أول كنيسة ببيت القديس موركوس طرفيق لنا خميس الأسرار كان يصير فيه السهرات المساميرة المنجلية الأدديس أول الداس نعمل هناك لقاءات الرسل كلهم كانوا يصيروا ببيت القديس موركوس حلول الروح القدس ببيت القديس موركوس كان البيت التاني تقريبا للعذرة بهذا البيت لما الملاك طلع القديس بطرس رح فورا لدي القديس موركوس على بيته ويقول عمال الرسل أنه كانوا بوقتها كل المسيحيين جماعة المسيحية الأولى راكعة وعب تصلي تحت الرب يتدخل ويفرجوا عن القديس بطرس وقلت لكم قبل أنه صار عجيبة والرب تدخل وسمع صلوات الجماعة الأولى القدسين بالكنيسة واجه ملاك وطلع القديس بطرس وجابوا رأسا إلى بيت القديس موركوس بطرس مار بطرس هو قريبه لزم في عراب كثير قوية بين القديس موركوس القديس موركوس هو مؤسس كنيسة مصر كنيسة الإسكندرية شوفوا أجمل الأمر هيدا القديس موركوس مؤسس عدة كنيس أساسية بالبندقية وبروما وكان محبوب كثير ومعروف عندهم بيروما القديس موركوس يأخوتي كاتب الإنجيل والشهيد هاو دي الأمور اللي قلت لكم ياها هالخبريات هول بتخليني فرح جدا أنه عم تعرف أكتر على رجال الرب ياريت تعرفه أكتر وتقرأ أكتر عن حياة الأدسيان الرائعة جدا القديس موركوس قلنا أنه كان بيته أول كنيسة بالعالم بركت وشفعت القديس موركوس جميعا معكم جميعا شلأ أنا ما ننسيت شي إنما هيك حبيت اليوم بكلمتين نختصر حياة القديس موركوس ولو أنه ما بتختصر لا بساعة ولا بساعتين ولا بكلمتين ونضل كل عمر نحكي عن القديس موركوس وعن الرسل وما بنشبع وما بنخلاص وقالله معكم